وكالعادة الأهلي السوبر بيعتزازوا بهويته ولون فانيلته وبروح الفانيلة الحامرة وباجتهاد اللاعبين والمدرب وبدعم الجمهور العظيم الأهلي سوبر في الإمارات النهاردة طبعا قبل كل دول جمهور عظيم قبل أي حد جمهور عظيم قدر يقف وراء الفريق لغاية لما الحمد لله الحمد لله كل الكلام اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت أو اللي كنا بنتكلم فيه مع حضراتكم خلال الفترة اللي فاتت فيه هذا البرنامج واللي البعض التارية عليه الناس دلوقتي كل مصر بتقولها الكلام اللي احنا كنا بنقوله هنا في البيت الكبير وفي قناة النادي الأهلي إذا كان هناك حضراتكم شفتوه عمليا على أرض الملعب إذا كان هناك من يستحق التحية فانا بحي مجلس إدارة النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ العامري فاروق والأستاذ خالد مرتاجي أمين السندوق وبقية أعضاء مجلس الإدارة بالكامل علشان ما نساش حد ألف ألف مبروك لحضراتكم تستحقوا التحية تستحقوا الشكر على ما حدث خلال الفترة اللي فاتت كابتن محمود الخطيب أنا بشكره مرة تانية لأنه كان يستحق الشكر من وقت ما اتخذ قرار بإراحة اللاعبين في وسط الدوري اللي فات أو في آخر الدوري اللي فات قبل 7-8 مباريات من نهاية الدوري السابق في الوقت ده تحديدا قلت لحضراتكم إن احنا النادي الأهلي ريح اللاعبين عشان يرجع بصفقات جديدة تلت صفقات جديدة اتنين اللعبوا منهم النهاردة الكلام عندنا نواقص عندنا نواقص طبعا والمدير الفني لسه هيشوف إيه اللي هيحصل وحيحاول يجيب هذه النواقص في الشهر واحد القادم زي ما هو قال في المؤتمر الصحفي قبل هذه المباراة ولكن زي ما كنت بقول لحضراتكم مش مهم مين يكسب في الصفقات المهم مين يكسب في أرض الملعب المهم مين يحافظ على هويته مين يحافظ على لون تشيرته مين يحافظ على اللي هو تشيرت الأحمر روح الفنيلة الحامرة هي اللي جابت لنا النهاردة السوبر اللي جابت لنا السوبر وسط أعتقد أنه كان هناك عدالة جماهيرية والحد الأدنى الحد الأدنى من العدالة التحكمية كان عندنا أخطاء كتيرة جدا أو الحاكم كان عنده أخطاء كتيرة في هذه المباراة ولكن كان هناك حد أدنى من العدالة عندما تتواجد أو يتواجد الحد الأدنى اللي هي أقل حاجة في العدالة التحكمية والعدالة الجماهيرية زي ما حضراتكم شفتوا سواء للنادي الأهلي أو لدي الزمالك ينتصر النادي الأهلي محدش يعرف يقف قدام النادي الأهلي في ظل هذه العدلات الموجودة كل عدالة موجودة الحقيقة النادي الأهلي دايماً بيكسب افتكر كده على مر الزمان على مر الزمان مش اليومين دول فقط احنا كسبنا يعني كل الفرق بالابيض وبال Lizard وبالسود وبالأحمق بأي حد بنكسب النادي الأهلي دائماً 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 بيكسب بروح في نلته الحمر وبالحفاظ على هويته ومبادئه واخلاقه عمرنا ما هننجرف لحد وعمرنا ما هنروح نبص لحد هنتكلم في شيء واحد فقط وهو كيف استطاع النادي الاهلي في ظل صفقات الكيف ان يفوز على نادي الزمالك اللي هو عمل تقريبا 12 صفقة وعلى فكرة ما عنديش مشكلة من هنا ممكن ممكن السنة الجاية الاهلي يعمل 12 صفقة ولكن يجب ان يكون هناك فارق كبير او حضرتك كاهلاوي وانت بتفكر لازم يبقى عندك التفكير ده ان هناك فارق كبير ما بين البناء والتجديد احنا جددنا او بنجدد فريق وده قرار او بندعم فريق ده قرار اتخذه مجلس ادارة النادي الاهلي واتخذته ادارة الكرة برئاسة الكابتب محمود الخطيب عندما تم سبع تمن لعبين كلهم ريحوا ريحوا في البيت اعضلهم شهر مريحين زي ما حضرتكو شفتو هما دول اللي دي الصفقات الجديدة بقى اللي انا كنت بتكلم عليها دي الصفقات الجديدة اللي كانوا بيطلعوا يتريعوا علي فيها او هناك البعض كان بيطلع يتريع علي فيها لكن زي ما حضرتكو شفتو احنا بالفعل جبنا ثلاث صفقات صفقتين كانوا موجودين النهاردة وصفقة كانت او صفقة موجودة في المنتخب الاولمبي وعندنا ثمان تسع صفقات تانية هو الشنوى ده مش صفقة جديدة مستوى اللي ظهر به الشنوى ده مش صفقة جديدة مستوى اللي ظهر به علي معلول مش صفقة جديدة مستوى اللي ظهر به اكرم توفيق وعودته مرة اخرى مش صفقة جديدة هو محمود متولي مش صفقة جديدة محمد عبد المنع ومرجوعه من القصوات الكتيرية specialize صفقة جديدة هو عam回 السلية وحمد فاتحي بعد ورجوحهم من الاجازة ومن البحر مش صفقة جديدة هو طهر محمد طهر بعد مرجعه من الأجازة ومن البحر مش صفقة جديدة كل الناس اللي احنا بنتكلم عنهم كل هذه الصفقات عملنا أو دفعنا لعيبة جبنا لعيبة ثلاث لعبين فقط ولكن هو ده اللي كان محتاجه نادي الأهلي هو ده اللي كان محتاجه المدير الفني في هذا التوقيت وبالتالي رجل مبارح والأول مبارح في المؤتمر الصحفي قال لك أنا بفكر وحشوف الفرقة محتاجها إيه وحجب لها لعيبة من بر تخيل حضرتك النهاردة حسين الشحات بره الفرقة بره الثمانتاشر أيمن أشرف بره الثمانتاشر مصطفى شوبيت بره الثمانتاشر مش عشان وحشين ولكن الرجل فيه فكرة في دماغه بينفزها كل الصفقات دي اللي جايين من الأجازات واللي جايين من البحر واللي جايين من هنا واللي جايين من هنا ولكن تظل الصفقة الأبرز حتى الآن حتى الآن هي مرسل كولر ترجمة نانسي قنقر